مشاهدين دقة الساعة التاسعة هنسيب حضرتكم دلوقتي مع موجز الأهم الأنباء مع لمية فضاليلا شكرا لكي فاسانت التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بموصلة العمل المكثف لتعزيز قدرات الدولة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وضمان التشغيل الأمثل لمنظومة الطوارئ والسلامة العامة لتحقيق سرعة استجابة أجهزة الدولة لجميع حالات الطوارئ والأزمات خلال مدد زمنية قصيرة جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمر طلعت والفريق أحمد الشزلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة واللواء أركان حرب بكر البيومي مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة وشدد الرئيس السيسي على أهمية بذل أقصى الجهد لتسهيل الحياة اليومية للمواطنين وأيضا توفير وقتهم وجهدهم وتحقيق أقصى درجة الأمن والسلامة للمواطن وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة جهود تطوير البنية التكنولوجية والمعلوماتية على مستوى الجمهورية في إطار المشروع الاستراتيجي للتحول الرقمي للدولة استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من رؤساء وممثل عدد من كبرية الشركات العالمية الصينية والفرنسية والسويسرية العاملة في مجال إدارة وتشغيل الخطوط الملاحية ومحطة الحاوية الدولية وخلال اللقاء أكد الرئيس السيسي حرصى مصر على تعزيز التعاون مع تحالف الشركات العالمية في ضوء ما تتمتع به هذه الشركات من مكانة دولية رفيعة في مجالها وأيضا خبرات فنية وإدارية متميزة وذلك في إطار سعي الدولة لتنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة الدخيل اللوجستي المتكامل للحاوية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء يأتي في أعقاب اتفاق الحكومة مع تحالف يضم شركات مواني هاتشسون على إنشاء وإدارة وتشغيل محطتين للحاويات بمناء السخنة والدخيلة باستثمارات تقدر بحوالي 1.6 مليار دولار وستقوم المحطتين بإضافة طاقة استيعابية للمواني المصرية تصل إلى 5 ملايين حاوية مكافئة سنويا أي ما يمثل زيادة 50% من قدرة المواني المصرية لتداول الحاويات ينظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم فعالية جمهورية كبرى بعنوان كتف في كتف وذلك في سلاد القاهرة وتأتي الفعالية احتفالا بألف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع 4 ملايين مساعدة غذائية ويتم توزيع المساعدات في جميع محافظة الجمهورية قبل بداية شهر رمضان المبارك ويضم التحالف الوطني 33 كيانا تنمويا ومؤسسة مجتمع أهلي في مصر بالإضافة إلى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية أيدت الأمم المتحدة الدعوة إلى تمديد الاتفاق الذي يسمح بالتصدير الآمن للحبوب من عدة مواني أوكرانية مطلط على البحر الأسود لمدة 120 يوما بعد أن اقترحت روسيا تمديده 60 يوما فقط وينتهي العمل بالاتفاق غدا السبت حيث كان قد أبرم مع روسيا وأوكرانيا في يوليو الماضي ثم تم تمديده في نوبمبر الماضي لمكافحة أزمة غذاء عالمية ناجمة عن أسباب عدة من بينها الأزمة الأوكرانية الروسية ومنعوها تصدير الحبوب عبر مواني البحر الأسود أعلن الرئيس الفولندي أندريا دودا أن بلاده ستسلم دفعة أولى من أربع مقاتلات قاثفة من طراز ميك 29 إلى أوكرانيا وهو ما سيشكل أول عملية تسليم من هذا النوع من قبل دولة عضو في حلف شمال الأطلسية وكانت كييف قد طلبت عدة مرات من حلفائها الغربيين تسليمها مقاتلات قاذفة حديثة على أمل الحصول على مقاتلات F-16 الأمريكية من أجانبه أكد البيت الأبيض أن قرار بولندا لا يغير الموقف الأمريكي المعارض لإرسال طائرات أمريكية الصنع إلى كييف قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون إن لديها مؤشرات ترجح محاولة روسيا انتشال حطام الطائرة المسيرة الأمريكية التي سقطت بعد اعتراض روسيا لها فوق البحر الأسود وأكد المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر وجود مؤشرات ترجح محاولة روسيا انتشال حطام المسيرة لفتا إلى أنه من المستبعد في تقدير بلاده أن تتمكن موسكو من استرجاع أي شيء له فائدة قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون إن وزارة الخارجية الأمريكية وفقت على بيع محتمل لصواريخ روس من تراز توماهوك لاستراليا في صفقة تصل قيمتها إلى 895 مليون دولار وقالت البنتاجون إن الحزمة ستشمل نحو 220 صاروخ كروز توماهوك ودعما فنيا وكانت أيضا وكالة التعاون الأمنية الدفاعية التابعة للبنتاجون قد أخترت الكونغرس بالصفقة المحتملة على الرغم من موافقة وزارة الخارجية فإن الإختار لا يشير إلى توقيع العقد أو انتهاء المفاوضات أعلن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين تقديم مساعدات إنسانية جديدة بقيمة 150 مليون دولار لمنطقة السحر الإفريقي وخلال زيارة للنيجر أشار بلينكين إلى أن المساعدات ستوفر الدعم لإنقاذ حياة لاجئين وغيرهم من المتضررين من الصراعات وانعدام الأمن الغذائي مشاهدين نهاية مجزء التساعة ونعود لاستكمال الباقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل